بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة والثمانون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشفة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج نور على الدرب نرحب بضيف البرنامج في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم وأسابكم الله نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة أبو حمد من جدة يقول والدي توفي رحمه الله وترك دينا عليه هل يجوز أن أسدد هذا الدين من زكاة مالي علما بأن له عقار يسكنه إخواني من أبي وهم قصر وزوجة أبي وأرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا السؤال الحقيقي الذي أحرجنا دائما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى إننا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية آية للأحياء من الفقراء والمساكين وما ورد في الآية وليست للأموات أدين الميت لا يسدد من الزكاة لا فيما وأنت تقول إنه والدك وزكاة الولد لا تنصح لوالده وهذا مانع آخر وتقول إن له بيتا يسكنه وأبنائه القصار وأمهم زوجته نقول لا بد من بيع البيت وتسديد الدين الذي على الميت وليس للقصار ولا لأمهم إلا نصيبهم من الميراث والدين مقدم على الميراث الدين مقدم على الميراث فإن استغرق الدين قيمة البيت فليس لهم شيء وإن بقي بعد الدين شيء فهو للورث أحسن الله لكم بارك الله فيكم هذا يقول فضيلة الشيخ من الفضائل التي وجه الإسلام بها وتدعو إلى الأخو الإيمانية هو الإصلاح بين الناس وفي ذلك تقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذاته بينكم كيف يرى فضيلة الشيخ الصالح هذا الإصلاح وهل الإصلاح بين القاتل والمقتول أهل القاتل وأهل المقتول يعتبر من الإصلاح بين الناس نعم الإصلاح بين الناس هو تسوية النزاع بينهم وقطع الخصومة بينهم وأيضا بين المختلفين إما بينهم من الناس والمتنافرين الإصلاح بينهم للتواصل بينهم والمحبة بينهم وهذا باب عظيم لا خير في كثير من نجواهم يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ففي الحديث تعجلوا بين اثنين صدقا وقال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الإصلاح بين الناس باب عظيم من أبواب البر والخير والله جل وعلا يوفي المصلحين أجرهم العظيم نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول جاء في الحديث فيما معناه أن الله تعالى كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال السؤال يا شيخ يسأل عن كثرة السؤال ما المقصود بها كثرة السؤال المقصود بها السؤال عن أشياء لا يحتاج إليها الإنسان من مسائل العلم لا يحتاج إليها فإن هذا من الإحراج ومن الحرج أيضا فالإنسان يسأل عما أشكل عليه وعما يحتاج إليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحج قال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه ثم أعاد صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فأعاد الرجل السؤال سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فلو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة واحدة في العمور فمن زاد فهو تطوع دل هذا على وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم درون ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم فهذا هو موضوع الحديث أن يسأل الإنسان عن أشياء لا يحتاجها ولا يحتاج إليها المسلمون في دينهم هل يصل في ذلك كثرة من يسأل عن سؤال واحد لأكثر من شيخ أو عالم لا يجوز إنه يسأل أكثر من شيخ أو عالم بل إذا سأل من يثق بعلمه ودينه يكفي هذا لأنه سيجد الاختلاف بين الفتاوى ويجد الحيرة والاضطراب فإذا سأل من يثق بعلمه ودينه فإنه يكتفي بجوابه ولا يكرر مع أحد آخر في مسألة واحدة أحسن الله إليكم وهذا عبد الله من جدة يقول بعد انتهاء راتبي أغطر إلى الأخ من مال ابني المعاه الذي يستل الراتب من الضمان فهل لي الحق في ذلك مع أني أصرف عليه وأقوم بشؤونه ولا أريد أدين من الناس أو أتسلف من الناس أنت والده قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك يا أبي أما دمت أنك قائم لنفقته وهناك زيادة مما يصره له فلك أن تدفع به حاجتك لأنك والده أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تسعة تقول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على الصف الأول فبعض الأئمة يمكنون على الصغار ويمنعونهم من الصف الأول وخاصة الوسط خلف الإمام فيقول لهم ليس هذا مكانكم والكبار يتقدمون أما رأيكم نعم الواجب على الكبار يتقدموا ويأخذوا ما وراء الإمام ويأخذوا روضة المسجد فإذا جاء الصغار ووجدوها مشغولة فإنهم لم يدخلوا فيها إنما إذا تأخر الكبار وجاء الصغار ووجدوا هذا المكان خاليا فإنهم سيدخلون وما داموا مميزين وتصح منهم الصلاة فإنهم قد سبقوا ولا يجوز اخراجهم من هذا المكان لأنهم سبقوا إليه وهم تصحوا صلاتهم نعم فالواجب على الكبار يتقدموا في قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموه قال عليه الصلاة والسلام يلني منكم أولو الأحلام والنهى هذا معناه الحف على التوكير نعم أحمد الله إليكم وحدث الأنكنة في الصلاة الجمعة بارك الله فيكم إذا كان الذي حجز المكان موجودا في المسجد ذهب يتوضع مثلا أو لحاجة ثم يرجع قريبا أو جلس في مؤخرة المسجد ليسلط ظهره فلا بأس بذلك أما إذا كان يحجز المكان ويذهب ويتأخر لأشغاله أو لنومه أو لبيعه وشراءه فلا يجوز هذا فراما فلا حرام ولا يجوز ولا بأس برفع هذا الحاجز وأن يجلس فيه من جاء متقدما نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسل لها محكم غسل الجمعة غسل الجمعة سنة مؤكدة على قول لقوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمك ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا يدل على أن الأمر بغسل الجمعة أنه أمر استحداد وليس أمر وجوب نعم وإن جمع بين الغسلين جنابه وللجمعة لا بأس بذلك هذا أفضل ذكرى الفقه أن هذا أفضل يكون عن جناع نعم أحسن الله إليكم هذه تسأل الأخت أيضا تسأل تقول نحكم صلاة المرأة ليوم الجمعة في المسجد مع الناس طيب فضور المرأة لصلاة الجمعة وغيرها من الصلاة وأمر مأذون به شرعا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ما سأجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجنا كفلات أي غير متزينات ولا متطيبات متحجبات وكانت نساء الصحابة يحضرنا ويصلينا خلف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمنع النساء من الصلاة في المساجد وإن كانت بيوتها خير لها نعم أحسن الله إليكم سؤالها الأخير في هذه الجسالة تقول رجل متزوج بإثنتين وحدث بينه وبين إحداه صدود فخيرها بين أمرين إما التسريش وإما أن تبقى معه على شرق أن تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية ما حكم ذلك هذا جايز خيرها واختارت البقاء فإنها اسقطت حقه وإن اختارت الطلاق فإنه يطلقها وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته شودة لما كبرت رضي الله عنه خيرها بين الطلاق وبين أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم فاختارت البقاء في عصمته وهبت يومها لآيشة نام أحمد الله إليكم انتقل إلى رسالة من المستمع سارة من الخبر تقول لبي مبلغ من المال من وظيفة مؤقتة أصرف منهم من فترة لفترة هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة كم زكاة الألف ريال نعم المال الذي البره التي يخول عليها الحول تبلغ النصاب فأكثر تجيب فيها الزكاة ويخرج ربع العشر أي ريالين ونصف بالمئة 25 بالألف نعم أجل تقول هل الصح إخراج الزكاة مواد غذائية للجمعية الخيرية الزكاة تعطى للفقراء يدا بيد تدفعها للفقراء والبيوت المحتاجة ولا يحتاج أن تذهب للجمعية وتطيل الطريق بل تدفعها للفقراء المحتاجين بأيديهم وفي بيوتهم إذا كان حفظكم الله العائل لهذه الأسرة الفقيرة غير محسن للتصرف هل للمزكي أن يتصرف بها بشراء وما نحو ذلك إذا تحقق أن القائم على الفقراء المسرح المحتاج أنه يتلاعب المال فللمزكي أن يشتري بها حوائج للفقراء للبيت المحتاجين من طعام أو كسوة أو غير ذلك ويدفعها لهم غمانا لوصولها إليهم وانتفاعهم بها نعم حفظكم الله بعض الناس اغتنى ولله الحمد ولازل يطلب الزكاة فما حكم عمله هذا حرام إذا كان عنده ما يكفيه فإن سؤاله حرام ولا تحل له الزكاة لأن الزكاة للفقير وليست للغني والغني هو الذي عنده ما يكفيه لسنته ألا هو الغني ليس المراد بالغني الذي عنده ملايين ولا مليارات لا الذي عنده ما يكفيه قال غني ولا تحل له الزكاة أحسن الله إليكم أنتقل إلى رسالة المستمع حسن من المدينة المنورة حيث يقول من هم الأرحام وهل الخال من الأرحام الأرحام الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجداد فكل من تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم فإنهم لو الأرحام وهم القرابة نعم أو القربة نعم بارك الله فيكم التواصل مع الأرحام بالهاتف هل يعتبر من صلة الرحم؟ نوع هذا نوع من صلة الرحم لأن فيها السلام وفيها السؤال عن أخوالهم وتقييد خواطرهم نعم أحسن الله إليكم أبو عمر من الرياض يقول يا شيخ أنا حالة المادية مستورة ولكن أنا خالتي أعطتني مبلغ من الزكاة وقالت ذلك لك ولإخوتك هل يجوز يا شيخ أن آخذ هذا الزكاة أو آخذ منه أم لا علما أن عندي أخي مصاب بمرض مستعصي وهو الآن يعمل هل يجوز لي يا شيخ أن أعالجه من هذا المبلغ؟ إذا قالت لك خالتك هذا لإخوتك فأنت وكيل تدفعه لهم ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا لأنك وكيل في إصاله إليهم أتنا أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم وسواصل معكم وأنتقل إلى هذا السؤال من علي أحمد ياسين مقيم في جدة يقول آيات التلاعن وردت في الكتاب الله جل جلاله والسؤال هو إذا تلاعن الزوجان أمام القاضي هل يفرق بينهما بطلاق؟ أم يكفي التلاعن؟ وهل يكون بينهما تحريم أبدي؟ أم إذا نكحت زوجا غيره وتم طلاقها منه؟ فهل تعود الرجل الأول الذي حصل بينهما التلاعن؟ إذا تم اللعان بين الزوجين عند القاضي فإنه يحصل الفراق تلقائيا بدون طلاق يحصل الفراق بينهما تلقائيا بمجرد التلاعن تنامه ولا يجتمعان أبدا مدى الحياة سرطة مؤبدة نعم بارك الله فيكم أن تقل إلى رسالة من المجتمع الصالح من حوطة بني تمين يقول ما حكم المداومة على قراءة سورة البقرة في كل ليلة بعد صلاة العشاء أو في ركعات قيام الليل وهل ذلك له أصل؟ قراءة في قيام الليل شيء طيب ولكن لا تختصر عليها اقرأ من القرآن مرة من البقرة ومرة من العمران ومرة من طقية السور لا تختصر على سورة واحدة وأما قراءتها للورد فهذا لم يرد أنها تقرأ للورد إنما تقرأ منها آية الكرسي وتقرأ الآيتان من آخرها آمن الرسول بما وزل إليه من ربه إلى آخره هذا هو الذي يقرأ من سورة البقرة في الورد وعند النوم نعم بارك الله فيكم أيضا الأخي الصالح يسأل يقول ما حكم إذا نسي المأموم ركن من أركان الصلاة كقراءة التشاهد الأخير هل يسلم مع الإمام أو يقضي الركن لا يجوز له أن يسلم مع الإمام لأن صلاته لم تكمل فيأتي بالتشاهد الأخير يتأخر عن الإمام ثم إذا كمله يسلم لنفسه نعم يختم هذه الرسالة وهذه الأسلة بسؤاله يقول ما حكم صلاة الاستثقاء وكذلك العيدين بالنسبة للمرأة في البيت إذا لم تحضر المصلاة لا تصلي المرأة الاستثقاء ولا تصلي العيدين في البيت إنما تحضر مع المسلمين دمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض إلى المصلاة الصلاة العيد يشهدنا الثهير ويحضرنا دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلاة كما في الحديث نعم أحسن الله إليكم أنتقل إلى هذه الأسئلة ألا أنها تسأل الغيث تسأل السقيا فهذا أمر مشروع سواء في البيت أوه المسلم يدعو الله بالغيث والسقيا للمسلمين نعم أحسن الله إليكم أبو هشام من الدمام يقول الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الإبن وكذلك زوجة ابن الإبن أم لا لا تتحجب منه زوجة الإبن لأنه قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة لا يحرم من النسب أكما تحرم عليه زوجة ابنه بقوله تعالى وحلائل وأبنائكم لنين من أسلامكم كذلك تحرم عليه زوجة ابنته زوجة ابنه من الرضاعة وابن ابنه لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم أحسن الرضاعة ما تحرم الولادة أحسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أن يشمل العبادات والمعاملات البدعة هي العبادة التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ظهورا قال عليه الصلاة والسلام في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالبدعة تكون في العبادات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة هذه هي البدعة وهي المحدثة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما البدعة في المعاملات والبدعة في العادات هذه لا بأس بها إنما البدعة تكون في العبادات لا في العادات ولا في المعاملات الأصل في المعاملات حسن إلا ما دل الدليل على تحرينه والأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته يفهم الفرق بين الأصلين أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما معنى هذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد معنى التوقي من الأمراض المعدي وهذا من الأسباب والوقاية خير من العلاج بارك الله فيكم وأصابكم الله فالمرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي عدة أشوفة كيف تحسب عدتها نعم العدة من الوفاة تبدأ من الوفاة ولو لم تعلم تبدأ من الوفاة ليست متعلقة بعلم الزوج هي متعلقة بوفاة الزوج فلو لم تعلم إلا بعد انتهاء العدة فقد حصلت العدة وانتهت نعم وفي أثنائها تكمل أحسن الله إليكم هذا يقول إني شاب وأريد الزواج ولكني لا أريد ذرية فهل يجب لي الزواج من إمرأة حقيم؟ أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الولد ولا يتزوج عقيماً ويحرم نفسه من الذرية ويحرم المجتمع أيضاً من تكفير العدد في الأمة المسلمة وهذا من أعظم مقاصب الزواج الإنجاب من أعظم مقاصب الزواج الشريعة الإسلامية نعم بارك الله فيكم وأتابكم الله يسأل يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الثاني واجبة ومحكم من تركها ناسياً أو متعمداً هل صلاته باطلة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا تسقط بالنسيان ولا بالجهل فإذا تركها فإنه ترك ركناً من أركان الصلاة فإن ذكر قريباً بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي فإن تركها ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر بعد ما سلم فإنه يعود ويأتي بالتشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ثم يسجد سجد كيب السهو ثم يسلم أما إلى طال الفصل ولم يعلم إلا بعد مدة فإنه يعيد الصلاة كامل نعم أحسن الله إليكم المستمع علي أبو العز من دولة الكويت يقول ما المقصود بالباقيات الصالحات وما ثوابها عند الله عز وجل كل الأعمال الصالحة كلها هي الباقيات الصالحات من الأقوال والأفعال نعم من أسئلاتها أيضاً يقول هل الدعاء الخالص لله تعالى يمنع وقوع القدر الدعاء من القدر لا ينافي القدر سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى وعن الأدعية هل هي ترد من قضاء الله وقدره سئل عن الرقى وسئل عن الأدوية هل ترد من قدر الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله نعم سؤاله الآخر يقول إذا كبر الإمام للرفع من السجود وكان المأموم يدعو الله تعالى في سجوده ولم يكمل الدعاء فهل يجوز أن يكمله أثناء الرفع من السجود لا ينبغي ذلك لا ينبغي التأخر عن الإمام بل يتابع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به إذا كبر فكبره سؤاله الأخير حفظكم الله يقول هل المواضبة على سماع برنامج نور على الدرب يعد من وسائل طلب العلم الشرعي الذي يؤجر عليه المسلم لا شك أن متابعة برنامج نور على الدرب أو غيره من البرامج الدينية المفيدة أنه من طلب العلم ويوجر عليه الإنسان نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أن تقل إلى هذا السؤال أمن أحد الأخوة يقول من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته نعم نعم يصلي الصلوات التي مرت عليه وهو فاقد الوعي بسبب البنج إذا صحة زال عنه تخدير فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات في هذه الأثناء نعم حفظكم الله هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانعا بالحمل نظرا لظروفها الصحية؟ لا تستخدم ما يمنع الحمل بمعنى يقطع الحمل إنما تستخدم ما يؤجل الحمل ويؤخر الحمل إلى أن يزول المانع فاستعمال الذي يؤخر الحمل لا بأس به إذا كان لغرض صحيح أما استعمال ما يقطع الحمل فهذا لا يجوز إلا في حالات ضرورية قررها الأطبة السؤال الأخير في هذه الحلقة حفظكم الله هذا السائل يقول كيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس المخافظة على الصلوات وذكر الله سبحانه وتعالى وبإبعاد وسائل الشر من بيته والفضائيات الهابطة وعلى شرطها الماجنة والإنترنت يبعد وسائل الشر عن بيته ويقرب وسائل الخير من ذكر الله عز وجل والبرامج الدينية وتلاوة القرآن تعمر البيوت بلالك أحسن الله لكم وبرك الله فيكم وفي عينكم وأسر الله العلي القدر أن ينفعنا وينفع الجميع بما سمعنا أيها الأخوة والأخوات كان معكم في للدقائق الماضية فضيلة الشيخ صارح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسفاجة الله الشيخ إلى الجزاء وجعل ذلك في مواجن حسناته نلتقي بكم بإذنه عز وجل في لقاء المقبل حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستجعكم الله